ويتصدر دوري الجمهورية كان النادي الأهلي تعادل مع السموحة في سموحة وفاز النادي الأهلي بركلات الترجيح هقول لحضراتكم التشكيل اللي تدى هذه المباراة حرس المرمى طارق حسن في الدفاع اسلام عبدالله إبراهيم عبدالحكيم محمد وائل مازن وسامة في الوسط ميدو نبيل مصطفى أبو الخير أحمد طعيمة محمد حمدي ميدو وسامة في الهجوم علي نادر سجل للنادي الأهلي مصطفى أبو الخير وعلي نادر نروح لأهلي 2005 أهلي 2005 بنقول لللاعب أحمد عزة لاعب فريق 2005 ألف مليون سلامة كان أجرى جراحة عاجلة يعني ضرورة خضوع لتدخل جراحي ميكروسكوبي دقيق والحمد لله أحمد عزة واحد من اللاعبين المميزين بحالة جيدة الآن أيضا فريق 2005 النهاردة في مباراة القمة بقى مع أمبي تعادل 3-3 وقدر يفوز النادي الأهلي بركلات الترجيح 3-2 وأحرز أهداف النادي الأهلي النهاردة زي ما احنا شايفين الهداف معانا هشام مصطفى واحد من اللاعبين المميزين وأحرز هدفين للنادي الأهلي أحمد خالد كباكة أيضا واحد من اللاعبين المبشرين والمميزين زي ما احنا شايفين هي دي أهداف النادي الأهلي قدامنا ده هدف أحمد خالد كباكة أحرز هدفين النهاردة وهشام مصطفى أحرز هدف وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 وقدر يفوز النادي الأهلي عارفين دايما بعد التعادل في مسابقات بطولة الجمهورية يعني بيروح الفرقين للركلات الترجيح ودي حاجة جديدة عملها لجنة المسابقات باتحاد المصر وقدر يفوز النادي الأهلي 3-2 بركلات الترجيح زي ما احنا شايفين دي ركلات الترجيح قدامنا عاملين هنا يعني خدمة خمس نجوم كل المباراة معانا دايما كل اللقطات كل الأهداف وركلات الترجيح يعني برضو من الأشياء المهمة بعد خسارة مصر للوصول لكأس العالم أمام السنغال وفي كأس الأهم الأفريقية بدأ الناس القائمين على كرة القدم عايزين نعمل ركلات الترجيح والنمي يعني مهارة ركلات الترجيح عند اللاعبين وبدأت المسابقات كلها يكون فيها ركلات ترجيح بعد التعادل الإيجابي أو السلبي بنبارك لفريق 2005 وأيضا كابتن حسن محمد المدير الفني الكف مع فريق 2005 لستلم المهمة يعني منذ شهرين كل التوفير الكابتن حسن محمد نروح لأهلي 2009 بقناة الكابتن ياسر محمدين